السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام وعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري هذا الفيديو يخص الفرد الأول مرحلة الأولى في مادة التربية الإسلامية المستوى السادس ابتدائي سنة الدراسية 2022-2023 إذن مرحبا بكم وتبعوا معي في هذا الفرد إذن أولا سنقرأ الوضعية إذن وضعية ألان طيلة خلال شهر رمضان المعظم توجهتك عادتك إلى المسجد لأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد قريتكم بعد أداء تحية المسجد جلست رفقة المصلين تنصيت لدرس ديني من إلقاء الفقه حول الرضا بقدر الله والتفاؤل بالخير مستشهدا بقصة امرأة عمران وضرورة الإيمان بالله والخضوع له مستدلا بقصة آسية زوج فرعون قبل أن يضرب لكم موعدا مع درس أو درس بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته السرية في الدرس المقبل يعني ضرب لكم موعدا في درس مقبل الذي كان بعنوان بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته السرية إذن سنبدأ بالإنجاز ديال الأنشطة ديالنا بركن ديال التزكية سؤال الأول أكتب من صورة المدثر من قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى غير يسير إذن أولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر الآية الأولى قم فأنذر الآية الثانية وربك فكبر الآية الثالثة وثيابك فطهر الآية الرابعة والرجس فهجر الآية الخامسة ولا تمنن تستكثر الآية السادسة ولربك فقصبر الآية السابعة فإذا نقر في الناقور الآية الثامنة فذلك يومئذ يوم عسير الآية التاسعة الآية التاسعة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاسبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير صدق الله مولانا العظيم لن نمر الآن إلى السؤال الثاني أصل كلمة بمعناها أو كل كلمة بمعناها المناسب إذن عندي المدثر فتنة صعودا سقر عذابا شاقا جهنما ضلالا الملتفف بهيابه إذن بالنسبة للمدثر هو الملتفف في ثيابه بثيابه نعم فتنة هي ضلالا نعم صعودا يعني عذابا شاقا ثم سقر يعني جهنم نعم دزو للسؤال ثلاثة عرف الإيمان ما المقصود بالإيمان إذن الإيمان هو التصديق تصديق القلبي يعني التصديق بالقلب قلبي الجازم إذن هو التصديق القلبي الجازم يعني لا شك فيه شك فيه بالله يعني التصديق القلبي الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذن الإيمان هو تصديق القلب الجازم يعني لا شك فيه تصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نمر الآن إلى الاقتداء نعم الاقتداء سؤال أول كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي إذن حل كان العمار ديال الرسول عليه الصلاة والسلام لننزل عليه الوحي إذن كان عمره كان عمره صلى الله عليه وسلم أربعون سنة أربعون سنة كان عنده أربعين سنة نعم السؤال الثاني دائما في الاقتداء والاستجابة لمن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته في البداية لمن أولا بداء الرسول صلى الله وسلم الدعوة ديالي لمن وماذا تسمى هذه الدعوة إذن وجه الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته في البداية إلى من تشده صيلة بهم أو صيلة أو قرابة أو معرفة سابقة وأصدقائه وأصدقائه يعني رسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة دياله فقط غير من الناس اللي قدامه يعني اللي بنتهم صيلة اللي كيعرفهم اللي ملعائلة دياله والأصدقاء دياله إذن هذه الدعوة تسمى تسمى هذه الدعوة دعوة سرية إذن الدعوة السرية الدعوة السرية هي اللي منك تدعي لغير الأقرباء ديالك نعم ثلاثة ما هي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هنا السؤال بالأحرق يخص يكون ما هو أو ما هي الصورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذن أقرأ بسم ربك اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من الحديث التالي لن نكمل هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا 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 واحتسابا إيمان واحتسابا غفر ما تقدم غفر ما تقدم من ذنبه غفر ما تقدم من ذنبه إذن هذا هو الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له أو غفر ما تقدم من ذنبه دعنا نمر صفحة الموالية دائما في الاقتداء والسجابة سؤال الخامس أعبر عن موقفي بموافق أو غير موافق من الوضعيات التالية طفل يصلي التراويح ولا يصلي الصلاوات المفروضة هل أنت موافق؟ غير موافق طفل يصلي صلاة التراويح ركعتين فقط غير موافق لماذا؟ لأن صلاة التراويح تصحح بركعتين بعدهما ويتر أو بثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو بكل شفع بعده ويتر دان الشفع كيكون فيه جوج دي الركعة والويتر كيكون فيه ركعة واحدة طفل يؤدي صلاة التراويح بهدوء وسكينة موافق طفل يشوش على المصلين مع أقرانه خطأ هذا سلوك خاطئ إذن غير موافق إذن طفل يصلي التراويح ولا يصلي الصلاوات المفروضة غير موافق طفل يصلي صلاة التراويح ركعتين فقط غير موافق طفل يؤدي صلاة التراويح بهدوء وسكينة صحيح موافق طفل يشوش على المصلين مع أقرانه غير موافق نمر إلى الحكمة والقسط إذن القسط والحكمة أولا أكمل قصة آسية زوج فرعون بما يناسب من الكلمات التالية إذن أكملوا هذه القصة بهذه الكلمات بعد أن وضعت أم موسى ولدها خافت عليه من بدش فرعون فوضعته في التابوت وألقته في اليم فحمله النهر إلى بيت فرعون حيث وقعت عين آسية فأنجته وآوته إذن بعد أن وضعت أم موسى ولدها خافت عليه من بدش فرعون فوضعته في التابوت وألقته في اليم فحمله النهر إلى بيت فرعون حيث وقعت عين آسية فأنجته وآوته ثانيا أحيط بالجواب المناسب اتصفت آسية زوج فرعون بالإيمان بالظلم بالكفر دان الوصف ديال زوجة فرعون آسية والإيمان يعني اتصفت بالإيمان لأنها صبرت السؤال الثالث دائما في القسط والحكمة تبهوا معي سؤال الثالث أذكر أفضل نساء أهل الجنة اللواتي تحدث عنهن الرسول عليه الصلاة والسلام إشنا هما أفضل نساء أهل الجنة أفضل نساء أهل الجنة نذكر أولا خديجة بنت خويلد فاطمة دان خديجة بنت خويلد زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام آسيا زوجة فرعون مريم ابنة ابنة عمران مريم ابنة عمران إذن أربعادي النساء منعامين بالجنة أو هم من أهل الجنة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت محمد يعني بنت الرسول عليه الصلاة والسلام آسيا زوج فرعون ومريم ابنة عمران نمر إلى السؤال الرابع والأخير في هذا الفرد أضع علامة أمام ما استفدته من قصة آسيا زوجة أو زوج فرعون بماذا أو ماذا استفدت من هذه القصة أثبت على الحق أقنط وأيأس من رحمة الله واضب على دعاء موقنا بالإجابة إذن نحن نعرف بأنه القصة دي الآسيا زوج فرعون فرعون كان يعتدي على آسيا فصبرت معه وكانت مؤمنة وبالتالي هنا نستفد منها أنني أثبت على الحق أثبت على الحق وكذلك واضب على الدعاء واضب على دعاء موقنا بالإجابة وبالتوفيق للجميع كنتمنى أنكم زيادوا دعموا قناة تربويات مع أستاذ محمد البخري بالشراك والضغط على زر الدرس يشبقوا أصلكم جميع الفيديوهات التي نقدم كنتم معكم من الأستاذ محمد البخري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته